شوفوا بالله الكارثة هذه شوفوها كذا عطوه لي عارفين انتم المنظرة بشنوه؟ اكيد عارفين لكن هنذكروكم هذين مقابر ترهونة الجماعية هذين اللي كانوا وراها الحفتر سباب الحفتر استعمل ادوات رخيصة من اهل المدينة ترهونة ادوات رخيصة في تنفيذ المخطط بتاعها وتواقع سبحان الله اللي ماهو طريد منهم اللي ماكتلة حفتر يعني بعد هذا الطغيان وهذا الاستبداد مافيش تصوروا مقابر انا كنت اتمنى من حكومتنا اللي تبدير مصالحة ما بين المهجرين وما بين حفتر للأسف صراحة يعني حاجة تحز في النفس والله حاجة مؤذية جدا اتمنى منهم ان كان يفتحوا التحقيق فهل مقابر الجماعية مدينة ترهونة كارثة يا جماعة واحد دفنينه هو وولده حتى عند اليهود ما صارت دفنينه هو ومش حرب طاحت عليهم لا 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 واخذيننا بسيارته وعزقيننا بحفرة وردمينه هو ولده شرايكا دفنين مات واحد مطلعينه من المستشفى بالسرنجة بتاعها بالتغذية بتاعها ودفنيننا شرايكا ويجيني توا الحكومة وتقول لك والله نبو نديروا مصالحة ما بين المهجرين وما بين لا ديروا مصالحة انتوا قابل خلينا نعرفوا من منكم انتوا بجين تفاهموا معاكم تفاهموا انتوا فيما بينكم حكومة الغرب حكومة الشرق تفاهموا فيما بينكم وبعدها نحن عندنا رأي بعد تفاهموا تون قلولكم شنو رأينا في الموضوع نحن لكن أرسوا على بر انتوا ما نكونوش نحن الطعوم في القضية ما ندفعوش الثمن مرتين نحن وثلاثة لا 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 هذه ما يكتباش علينا ربي يجب انها تكون واضحة عندك والله الطغيان لن نرضى به والله لن نركع للطغيان ولا المستبدين ولا المجرمين ولا القتلى اللي يكتلوا أبنائنا والله لن نخضع لهم بإذن الله تعالى ما دامت فينا أرواح لن نخضع ولن نقر للباطل الباطل باطل يبقى باطل هذا صحب انقلاب عسكري انقلب شهر اثنين في 2014 على ثورة فبراير واراد الحكم وبعد واراد الحكم بالقوة ومع ذلك وبعد ذلك استمر مسلسل القتل والخراب والدمار والتشريد والتهجير الجيني تود قولي والله خلينا ندير مصالحة ما بينك وبين المرعوب هذا صراحة منطق لا يعقل منطق غريب غريب جدا انت دعاة مدنية ولا دعاة عسكرية انت حكام عسكر ولا حكام مدنيين انت طلب الدستور وهيئة الدستور وقوانين وقضاء وعدل ورفع الظلم عن الناس ولا انت ايضا ادوات للعسكر ترجمة نانسي قنقر